في هذا التوقيت صارت محاصرة لياسر عرفات وتعرض إلى غارة وأنت كنت موجودة كنت موجودة بمعنى أنه أنا يعني إحنا دخلنا إلى النبطية وإحتلنا المواقع كافية أخذنا المواقع وبدأت مهمتنا الدفاعية عن قلعة تشقيف وأصبحت أنا مسؤولة عن قلعة تشقيف وأصبحت مسؤولة عن هاي المواقع المحيطة السريية اللي أنا فيها وأنا بالقلعة كنت بالقلعة إجاني خبر أنه تعال إلى مركز قيادة الكتيبة السابقة بيت المقدس كانوا خلص عم بيتركو بس قبل ما يتركو كان عرفات وصل أنا ما بعرف أنه وصل ما حدا قال لي لكن قالوا لي أنه تعال للضرورة فدخلط الاجتماع لقيت ياسر عرفات لقيت ياسر عرفات فسلمت عليه طبعا وهذا ووجدت أنه بدأ يلقي كلمة فبدأ يتكلم بدأ يخطب المجموعة مجموعة كبيرة يعني مش أقل من 15-20 شخص يعني مجموعة كبيرة من قادة الكتيبة الأخرى اللي انضربت ومن قوتنا الجديدة كتيبة الجرمق أذكر أنا ويمكن كمان شخص يعني ناسمين كان موجود من عندنا لكن اللي كان الأساس من الكتيبة الأخرى ويمكن يعني ياسر عرفات بدأ ينطي خطاب وبعلن هيك وشال بإيده يعني وأنا بقول لبيجن يجيب الـ F-16 والـ F-17 والـ F-20 وأنا بقول لبيجن إحنا لن وتداركم لعقول الخطاب أي عم بخلق إلنا خطاب وإلى آخرية فكان عم يعني لو يبدو عم برفع معنويات الكتيبة اللي انضربت في عندها خسائر في عندها شهداء متدايقين إلى آخرية وإحنا صامدين وسنصمد وحنرد على بيجن والرد قريب يعني فكان وأنا بقول لبيجن وإلا طيارات بيجن فوق رأسنا على بعد أمتار طبعاً الموقف يعني قد يبدو هو مكي مضحك أن الطيارات أنا بقول لبيجن بدأت الضرب والإلى آخرية بدأت اهتزازات أنا لأول وحلي قلت خلاص المقصود عرفات عرفت عرفات موجودة وأنا بالنهاية يعني سيقال في التاريخ أنه وقد استشهد ياسر عرفات وعدد من المناضلين اللي كانوا معه يعني أنه أنا أنه بالنهاية حد ننتهي بغارة ما كان لازم أنا بالنسبة إلي تجتمع في موقع معروف مكشوف وبتبع بيت المقدس كان خطأ بس أنا لأنه اضطريت وأنا قلت بدخل وبطلع ما بطول بالاجتماع أنا عندي حس أنه لا ممكن تجي غارة على هذا البيت هذا البيت مكشوف بس لقيت عرفات ما بدأت أطلع يعني إذا عرفات موجودة فعمل هالخطاب وبدأت الغارة فتطلعت فيه كيف لحق يعرف اسمي وأكيد تسأل عني يعني أو تذكرني أو إلى يا جهاد أنت فأنا قلت له يعني أنه أنا كأني عم بقول أنه مهمة صعبة لحعمل كل جهدي بس وإذا الطيران فطلعت فيه قلت له غارة طلع هيك هو سكت لكنه مهتز متماسك للأخير مارع عليه هذا المشهد مئة ألف مرة يعني ما بتشوف بعينيه غير علامات التحدي أنا تفاجأت من يعني أنا بالنسبة لي عادي لأنه كمان علامات التحدي هي نفسها حتى لو بلا تنزل البنائي ونموت انتهى عا نموت لكن هو عادي ماسك الصمت صار الموضوع بإدمين الحراسات والأمن اللي معه فوراً يعني بعد أربع دقائق نت دقائق الغارات شغالي اكتشفنا أنه ليس هذا الموقع هو المقصود لكن مجموعة مواقع الحراسات هي اللي مسكته وأخدته وأنا فوراً شفته طلعت وراء ما شفته اختفى بثانية 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 بثانية